أشهدت وزارة الموارد المائية والرأي بالتعاون المتميز بين مصر واليابان والذي يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية وخلال توقيع عقد تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناة الرديروت الجديدة بمحافظة أسيوت أشار وزير الموارد المائية محمد عبد المعطي إلى أن المشروع الذي سيتم تنفيذه بقرد مغسر ويأتي استمرارا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل لكافة المنشآت المائية الرأسية الواقعة على بحر يوسف موضحا أن المشروع يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرأي بمختلف محافظات الجمهورية